واحد من الشباب كان يعني يرجع الى بيته فكانت زوجته تأتي اذا علق ثوبه على الشماعة ونام تأتي الزوجة وتدخل يدها في جيبه وتأخذ الفراطة الموجودة الصرف ان كان فيه صرف يعني منها القطع الحديد الفلوس تأخذها الرجل يصحى الصباح يريد يشتري شيء ما يجد يسألها وين هذه تقول ما ادري يمكن اولادك يوم من الايام هو راجع مر على محل يبيع حيوانات يبيع قطاط يبيع عصافير واشترى ضفدع اشترى بمبلغ اليسير وجاء وعلق ثوبه ووضع الضفدع في داخل الثوب داخل الجيب عند المحفظة يعني حارس لما جاء الرجل تعشى وسولف مع اهلا وولا ووظف دعم بسوط اهل المكان والثوب معلق على الشماعة جاء الرجل ووضع رأسه على وسادته لينام دخلت الزوجة بعدما مضى نصف ساعة خلاص الدوام بدأ دوام السرقة اليومية بدأ فاقبلت وادخلت يدها في جيبه الدور المحفظة فتحرك الضفدع فرفعت يده وقالت اه يدي ففتح عينه وقال اه جيبي